قصتنا النهاردة عن سلوة اللي اتجوزت من ابن عمتها رغم انها ما كانتش تعرفه كويس المهم اتجوزه خلفه بنت وسافر بره عشان يشتغل في ايامك كورونا مامة سلوة تعبت جد كلمته هي عشان تزورها قالها شوية كده هي افتكرت شوية كده يعني بالليل مثلا فظهرت مامتها لما عارف قالها خليكي عند اهلك وما ترجعيش بدأ بقى يسيبها بالشهور من غير ما يسأل عليها حتى بنته لما تعبت جت لها نزلة معوية حد الدكتور قال سلوة لازم تروحي بسرعة تعلق لها محليل في المستشفى جزها كلمها قال لها لا لا ما تروحيش هجيب لك حد في البيت عشان يعلق المحليل في لحظة غيز غضب كانت متعصبة سلوة رمت تليفونها كسرته عادت محبوسة زي ما بيقولوا كده في البيت لوحدها بين أربع حيطان جزها يتصل بمامته وأهله بالساعات وما يعبرش امراته فسلوة خليت باباها يشتري لها موبايل تاني قررت إنها تكلم واحد كانت تعرفه زمان قبل الجواز كلمته بس عشان تفاتفت معاه جزها لما رجع عارف موضوع كبر طبعا بقى فيه ضرب واشتيمة لحد ما هي ثبت البيت من كتر الضرب ودلوقتي سلوة متعلقة لا هي مطلقة ولا هي متجوزة بتقول إنها بتحبه نفسها تبدأ معاه صفحة جديدة ومش عارفة تعمل إيه ترجمة نانسي قنقر